خير مشاهدين أهلا بكم إلى الموعد المحلية البداية بأخبارنا الأمنية حيث حجزت أفراد وسرية الإقليمية لأمنية طرقات ليدرك الوطنين بالبوليدة أربعمائة وثمين كيلوغرام لحم البقر وثلاثمائة وستة وخمسين كيلوغرام لحم الخروف مع الأحشام وحمل على متن شاحنة بثلاجة حيث وبعد مراقبة الوثائق تبين بأن المعنى يقوم بنقل البضاعة دون مراعاة سلامة الموعدة الغذائية وعدم امتلاك شهادة الاعتماد الصخيل الشاحنة وعلى إثرها تم اقتياده لمقر السرية من أجل استكمال التحقيق وبعد مراقبة اللحوم الحمراء من طرف الطبيب البيطري بمكتب نظافة البلدي بالبوليدة تبين بأنها غير صالحة للاستهلاك البشري بالإشارة تم إطلاف البضاعة بمركز الردم التقنية لقي شاب مصرعه واصيب آخر بجروح بعد أن صدمتهم السيارة لاذا صاحبها بالفرار بحي الشهداء ببلدية وادرهيو في غنزان حيث تم تحويل جثث ضخية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوظياث بعاصمة الولاية فيما تم نقل الجريح إلى مصلحة الاستعجارات الطبية بمستشفى فرانسيس ببدأ بودرهيو وهذا لتلقي العلاج من جهتها مصالح أدرك الوطني فتحت تحقيقا لمعرفة الفاعل والأسباب الحقيقية التي كانت وراء الحادثة نظمت قيادة أدرك الوطني لولاية بشار حملة تحسيسية لفايدة مستعملي الطريق من أجل تخفيف من السرعة والتجنب حوادث المرور خاصة أثناء وقت الإفطار التفاصيل مع مهدي بوشد تقوم السريل الإقليمية لأمطروقات ببشر من خلال وضع تشكيل أمني فعال جاهدة في ذلك لبلوغ الأهداف المرجوة المستطرة من طرف القيادة والمتمثلة في مجموعة عوامل كالكثفة المرورية والنقاط الصوداء وطبيعة شبك الطرقات لمجابات الإجرام المروري حملة تحسيسية المنبرمجة من طرف القيادة خاصة في هذا الشهر الفضيل والتي تنصب أساسا في غرص ثقافة مرورية تلقائية لدى مستعملي الطريق عن طريق توزيع مطويات وإصداء نصائح ورشادات وتوجيهات لضرورة الاحترام الطواعي وتلقائي لقانون المرور والتخفيض من السرعة لتفادي الخسار في الأرواح والممتلكات وتذكيرهم بالرقم الأخضر الموضوع تحت صرف مستعملي الطريق على مدار 24 ساعة أكد المفتش والجهوي للشرطة الشرق بقسنطينة محند شريف داود خلال إشرافه رفقة سلطات المدنية والعسكرية على وضع مقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضاية بحمام دباء غرب وليت قلمة حيزة القدمة بأن المديرية العامة للأمن الوطني تسعى إلى توزيع أفضل وأنجع عناصر الشرطة على مستوى الولاية للتدعيم وكذا محاربة الجريمة بشتان وعيها وأضف المتحدث ذاته بأن النسبة أو نسبة التغطية الأمنية بالولاية وصلت إلى 90% التفاصيل في ميكروفون هشام قسم بمرافقة السيد ولي وليت قلمة المحترم لمراسيم وضع حيزة القدمة هذا المركب الهيكل الجديد الفرقة المتنقلة للشرطة القضاية بحمام دباء لكل حال هذا تدعي أكثر المنشآت التي كانت قبل هذا من جهة أما بالنسبة للتغطية الأمنية وصلت إلى حد الساعة 90% بقاة أمن ضائرات أمن الباك ساعات قليلة تفصلنا عن امتحار شهادة التعليم الإبتدائي تليميزيون النهار ظر منزل ليديا بالمدية إحدى تلميذات الرصبات العامة الماضي وعاشت معها لحظات الخوف والترقب والتركيز وإصارها على النجاح هذا العام معامل عروس يفصل أكثر في هذا التقرير بعد رصوبها في اجتياز شهادة التعليم الإبتدائي العام الماضي ها هي ليديا ترفع التحدي عشية الامتحانة وكلها عزم وإرادة للنجاح وكسر الخوف الذي تسبب في فشلها العام اللي فات كنت خايفة بزاف وما نقرأ نقرأ في الدار بس حكين الحق البرقان ننسى كلش خاطر يجيني هذك الشوك نخاف بزاف دوكا مسنا رغم معلمين واقفين معايا ورغم يعونوا في مليح وشغلين حولي هذك الخوف والشدة هذك اللي كانت عندي الاحتكاك مع زميلاتها المتفوقة والنجيبات هي طريقة احتمدتها ليديا طوال السنة الدراسية لخلق جو من التنافس والتحفيز نتلقى مع صحباتي باش ناخدوا معلومات من عندهم هم يعرفوا ويقرأوا مالا لهم هم قاعد في الدار ونقرأوا كيف كيف كل واحدة وشتد عندها مادة واحدة عندها مادة في رياضية واحدة في الاربية واحدة في فرنسية يوم جيت ليديا باش نقرأوا كيف كيف ونديروا ليس يوجي وهكذا وحبيت نقول ليديا بلي ما تفقدش الامل وما زال كان كلش باش تقرأ كل واحدة تعرف مادة كما أنا نعرف العربية ورياضيات وكان واحدة تعرف فرنسية كان ليه تعرفهم كامل كل واحدة تأخذ معلومة من عند الاخرى خوف وترقب وتركيز يحتر المقبلين عشية امتحان شهادة التعليم الابتدائية لا يضعون نصب أعيونهم سوى النجاح فحظ سعيد لكل الممتحنين بادرت جمعية سبل البر لبلدية عين كرمس بيتيارت بالتنسيق مع محسنين إلى توزيع كسوة العيد على أطفال العائلات المعوزة حيث سجلت هذه الجمعية سنة الماضية تلبية طلبات 215 معوزة هو الرقم التي تسعى إلى مضاعفتها هذه السنة من خلال طلبها إلى المزيد من التبروات المحسنين التفاصيل مع ديار بن أبدا هالجمعية اللي يخليها لنا كل عام راتفرحي بلداتنا تعاوننا في الكسوة الحاجة اللي نحوشوا لها يمدوها ربي يخليهم لنا إن شاء الله والله يطول علي عمارهم إن شاء الله والله يزيد لهم الخير على الخير إن شاء الله تقريبا أكثر من 215 طفل من يتامة ومعوزين يعني فرحناهم الحمد لله والفضل بعد الله سبحانه وتعالى يكون للمحسنين ما إحنا الجمعية هي سوى همزة وصل بين المحسن والفقير ونشكرهم جزيل الشكر وبرك الله فيكم ونجدد الشكر القناة النهار لفرحة ما وطلت على هذا الليتام هذا السكين يعني المزال العشرية منوجه نداء للناس المحسنين الخيرين هذا باش يزيدوا يعاوننا مازال الخير ومازال القديم يعني مازال إنسان عندهم فرصة وعندهم باب مفتوح في الجمعية هذه اللي باش يزيدوا يواصلوا في الإنفاق تاعهم ويزيدوا يعاونوا الجمعية هذا لما لاح تنروحوا كما قال لك أكبر عدد يعني في 2019 هذا هلاش ما نزيدوش كما قال لك خير من العام اللي فات بادرت إلى التفاة طيبة إلى المعوزين وذوء الحاجة في كسوة العيد في قفة رمضان في يعني الدخول المدرسي وهذا يندل على شيء فإنما يدل على هذا التكاري إلى ذلك فضل شاب المعروف بقاديرو بالعباس ملء محقله بكسوة العيد التي خصصها للأطفال اليتامة مبادرة يعيد جاء جاءت لرسم المهجة على وجوه أطفال حرموا من فرحة العيد نتابع المزيد مع عبد الكريم عشور وأزمي لحمد عوادي يتوجه هذا الشاب المدعو قاديرو نحو محله الواقع ببلد سيدي بالعباس محل مميز بما يحتويه بداخله ملابس قام بجمعها في مبادرة عيد كاعة والتي يحدثون عنها همزة وصل بين الفقير والمحسن بين المحتاج والمحسن عندي صفحة عبر الفيسبوك عندي صفحة التائية الخاصة قاديرو بالعباس وعندي صفحة بالعباس الخير نسعوا نساعدوا الفقارة والمساكين وكل مناسبة وعلى حسابها سنركزوا على الأيتام يعني الناس اللي راح تعاون فيها قال لك قاديرو أخويا ركز لي على الأيتام وعندهم الصحة يعني اليتيم مسكين اليتيم بعداش من يجيب رانا مركزين على الأيتام هذه الفقارة والمساكين الشاب قاديرو وفر لحد الآن ثلاثمائة وخمسون كيس وتعيد كلها مخصصة للأطفال اليتامة والعائلة المعوزة وحتى من يقتنون بالمناطق النائية المنسية كيما العيدو يعني الولاد نحن راني بغيين هاد الأيتام يعيدو تاني هما بحاجة شابة يعني كي الأيتام في نفس الوقت في نفس الوقت مرضى وفوق قهراء هايدا الحمد لله راعدي السيارة تاعي لنرفضليكي بجمعتي اللي معايا ونروحوا لهم للديار وهذا مهما خصصت بالك واحد الميتي بدلا لك تبرد بفوق الخمسمية إن شاء الله راني بايدها المناطق النائية ونعرفهم هاد المناطق هادو زعمك فكرة جاءت لرسم البهجة على وجوه أطفال حرموا من فرحة العيد تعميمها والاقتداء بها سيخفف الكثير عن فئات همشت وصعوب عليها مشاركة الآخرين فرحة العيد هذا أخي ربي تشهد محلات أسواق بيع البلغة التقليدية والعباية بيتلمسام رواجا وإقبال قبيل عيد الفطر المبارك حيث يفضل الكثيرون ارتداء هذه الملابس التقليدية يوم العيد وحتى مختلف المناسبات خاصة الدينية نتابع المزيد مع أمين مسعود لا يمكن للكثيرين الاستغناء عليهما خاصة في المناسبات الدينية فهكذا تبدو محلات بيع البلغة التقليدية والعباية في مختلف أسواق ولاية تلمسانة قبيل حلول عيد الفطر المباركة يوم العيدة ماذا بيلبس البلغاء وكشابياء والطربوش يكون مقلد جدوده ماذا بيلبس كمية جدوده ماذا بينا الرجوع إلى الأصل فضيلة كما يقولوا مش تأيد ترح تصل لها ويلبسوا على العم هادي كما احنا المغربة ويلبسوا على العم احنا في الجهة الغربية نتعنا اللبسوا على العم ويلبسوا ها نحصوا بحاجة حراحة بلي نحصوا حراحة خطر رجوع للأصل رواج وإقبال كبير تشهده محلات بيع البلغة التقليدية والعباية التي تزينت بمختلف الأنواع كين إقبال كبير على هذا اللباس التقليدي وخاصة خاصة كي يجي الموسم من العيد الفطر يكون إقبال كبير على هذا اللباس هذا متمثل في البلغة والعباية التقليدية وهي تقليل اللباس العربي كما احنا العباس نتاع العربي واللباس المغربي هو لباس تقليدي يحرص الكثيرون على المحافظة عليها في كل المناسبات ترجمة نانسي قنقر